أعلنت وزارة الموارد المائية والري مشاركتها بشكل محوري في أعمال المبادرة الرئاسية حية كريمة وتهدف المبادرة لتحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجاً والتخفيف عن كهل المواطنين بهذه المناطق وأضحت الوزارة أنها تقوم بتنفيذ مشروعات لتأهيل الطرع والحماية من أخطار السيول وحماية جوانب نهر النيل وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بنحو 195 مشروعاً حتى تاريخها في 54 مركزاً من مراكز المرحلة الأولى لمبادرة حية كريمة في نطاق 20 محافظة من محافظات الجمهورية وبتكلفة تصل إلى حوالي 9.9 مليار جنيه